ومن فضائل الحج أنه سبب لنيل أعلى المطالب وأنفس الرغبات وهو ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج الممرور ليس له جزاء إلا الجنة